صدق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الانتاج الحيواني قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقية ويندرج هذا المشروع في إطار تدابير رامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطاع الوطني والحفاظ عليها المجلس اطلع أيضا على اتفاقية دولية بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الافريقي للتنمية بالداخل بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الافريقي للتنمية قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريطا وفيما يتعلق بضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي في عرضٍ أمام مجلس الحكومة عرضا حول تموين السوق حول أو خلال شهر رمضان وفي نفس السياق كاد السيد بيتا سنة الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة كان لها وقعٌ إيجابيٌ وساهمت في التخفيف من حدة التضخم المجلس عرف أيضاً المصدقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المرسد المغربية الطلبيات العمومية قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية ندي فتاح وسيتمكن هذا المشروع من جمعي المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بياناتٍ وطنيةٍ لها بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيينٍ في مناصب عليا طبقاً للفصل الثاني وتسعين من الدستور